وحول هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض المحلل السياسي إمبارك العاتي أستاذ إمبارك في اعتقادك ما هو سبب إسرار قطر على الحفاظ على علاقاتها القوية مع إيران مساء الخير بكل أسف ليست علاقات قوية فقط بل أنها علاقات تكاملية أكبر مما كنا نتوقع وأكبر مما كان يتوقعه المواطن الخليج أعتقد أن وصول وفد برئاسة وزير التجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد الثاني لحضور تتويج روحاني ما هو إلا إذعان وبكل أسف لسيطرة إيرانية تامة على مقدرات القرار القطري وتكاد تكون إيران قد استلبت قطر قرارها وجعلتها رهينة نعم تحت مقصلة تقاطع الأطماع بين النظامين في الدوحة والنظام في طهران بخصوص زعزعة أمن دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق أطماع النظامين في الانقضاض الحقيقة على كل دول مجلس التعاون الخليجي وسط تواطع قطري واضح وجلي منذ انقلاب سيصيت في قطر 1995 تقريبا والذي تشابه أيضا مع الانقلاب الذي حدث في طهران 1979 وتشابه في الهزات الارتدادية التي أحدثها كل من الانقلابين في طهران وفي دوحة لا زال مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الخليج والمنطقة العربية بيكملها تدفع ثمنا باهضا لهذين الانقلابين الذي الحقيقة الصمت عنها المجتمع الدولي كثيرا واعتقد ان النظامين الان باتا امام مقصلة الحقيقة التي تقودها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة وجمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة بكل تأكيد ان الدول الاربع الداعمة لمكابحة الارهاب وهي تقف على ارضية صلبة الآن باتت تتصدى للامن القومي العربي عبر تقليص ايادي واضافر ايران المتمثلة في نظام الحمدين في الدوحة نعم استاذ مبارك هل تعتقد بان المصالح المشتركة التي جمعت بين قطر وايران طبعا منذ اعوام ستستمر طويلا بكل اسم اعتقد ان ما يجري الان بين الدوحة والطهران ان سمحت لي ان اشبه بزواج المتعة زواج غير شرعي ولا يليق واعتقد ان الدول مجلس التعاون الخليجي ستجبر الحقيقة على موقف يوقف هذا التهور السياسي الذي تقوم به الدوحة امن مجلس التعاون الخليجي ليس عرضه لأي تهور وليس عرضه لأي مغامرة سياسية قد تقدم عليها الدوحة اعتقد ان الوضع بات يحتم وضع حد قوي وفاصل يوقف تهور السلطات الدوحة من ان تقفز في الظلام حماية لاشقان الشعب القطري الشقيق وحماية لمقدراته وحماية لامن مجلس التعاون الخليجي ولمصلحة مجلس التعاون الخليجي والامن القومي العربي اعتقد ان سلطات الدوحة تغامر وتقامر من خلال ارتماعها في احضان عدو المنطقة وعدو الانسانية وعدو الاستقرار الذي صدر الارهاب لدول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي والذي سفكت دم العربي حتى اللحظة في سوريا ويحتل العراق وحاول الولوج الى البحرين الا ان قوات درع جزيرة قد طهرتها وحاول الولوج الى اليمن لكن عاصبة الحزم بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تم قطع تلك اليد مما يؤكد ان الموقف الحازم والصلب الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي كان هو الحصانة الحقيقية لتوفير الامن الخليجي وكان هو القلعة الحقيقة الذي تحطمت عليها كل اطماع طهران وكل اطماع الدوحة واعتقد جازما ان الوقت بات يلف الحبل على العنق السلطات القطرية ولعل ارسالها وزير التجارة ليارأس الوفد يؤكد ان العقوبات المفروضة على الدوحة بالفعل بدأت تخنق السلطات القطرية بل وبدأت تخنق الاقتصاد القطري فلذلك تم ارسال وزير التجارة ليارأس الوفد ليحقق الحضور السياسي ثم ليبحث مسألة التعاون الاقتصادي الذي كان مثار للبحث بين السلطتين في الدوحة وفي طهران نعم من الرياض الموحل للسياسي مبارك العاتي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر